توكلنا على الله الفتاح العليم عفوا أمي عليم ما معنى هذه الكلمة؟ العليم يا بنان هي اسم من أسماء الله الحسنة اسم من أسماء الله الحسنة؟ وما معنى هذا الاسم يا أمي؟ ما شاء الله يا بنان أصبحت كثيرة الشغف بأسماء الله الحسنة أتعلم يا أمي؟ أنا نفسي أن أتعلمهم كلهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني العليم هو الذي أحاط بعلمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها أتقصد يا أمي أن الله يعلم كل شيء كل شيء ولا يخفى عليه شيء؟ نعم يا بنان فالله يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في أذهاننا ما في قلوبنا وأذهاننا؟ هذا معنى أن لا أحد يستطيع أن يكذب على الله صدقتي يا بنان تعالي سأحكي لك قصة تشرح لك أكثر معنى اسم الله العليم قصة مسجد درار هي قصة ذكرها الله لنا في سورة التوبة كم اشدقت لقصصك يا أمي؟ كل آذان صغية كان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام وقعت أحداث هذه القصة في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي قصة تتحدث عن مسجد لكنه ليس مسجداً ككل المساجد وعن رجال لكنهم ليسوا رجالاً ككل الرجال إنهم رجال ينتمون في ظاهرهم إلى الإسلام لكن في باطنهم ليسوا مؤمنين ماذا تعني يا أمي في ظاهرهم مسلمين وفي باطنهم ليسوا بمؤمنين؟ يعني يا بنان هم يظهروا للناس أنهم مسلمين لكن في داخلهم هم كفار هؤلاء الناس سماهم الله عز وجل بالمنافقين أعوذ بالله منهم يا أمي هم كاذبون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر نعم يا بنان لكن الله العليم يعلم ما في القلوب هؤلاء المنافقون عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أظهروا له أنهم مسلمين لكنهم في ذات الوقت بدأوا يفكروا كيف يكيدوا للإسلام وأهله وبدأوا يخططوا كيف يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يا لهم من أشرار فقاموا ببناء مسجد على أطراف المدينة مسجد كأي مسجد آخر من ظاهره من حيث الشكل والبناء لكن في باطنه مختلف لم يقام من أجل الصلاة وذكر الله وعرف هذا المسجد باسم مسجد درار إذن ولماذا أقموه إن كانوا لن يصلوا فيه أقموه ليكون مكان يتجمع فيه أعداء الإسلام ليخططوا كيف يقضوا على النبي وعلى الإسلام وكان هؤلاء المنافقين يجتمعوا فيه مع الرسل الذين يرسلهم هرقل ملك الروم وكان هرقل كافر عدو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقصدين يا أمي أنهم بنوا المسجد ليكون في الظاهر مكان للصلاة وعبادة الله لكن في الحقيقة هو مكان لمحربة من يعبد الله أحسنت يا بنان هو كذلك والأكثر من ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم في هذا المسجد وهل وافق سيدنا محمد يا أمي؟ في أول الأمر وافق النبي لكن الله العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها أخبره بحقيقة هؤلاء المنافقين وخبر هذا المسجد الحمد لله الذي يعلم كل شيء الله عز وجل أخبره أن هذا المسجد بني لمحاربة الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه الذين قاموا بحرق مسجد درار والقضاء عليه الحمد لله يا أمي كنت أخشى أن يخضعوا النبي كيف يخضعوه يا بنان وهو رسول الرب العليم شكرا أمي جزاك الله خيرا على هذه القصة الجميلة وعلى شرح اسم الله العليم وإياك يا حبيبتي والآن أصدقائنا الحلوين نلقاكم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنة